مرة أخرى أعزائنا مشاهدين قناة بداية وأيضا مستمعين الكرام في إذاعة يوف أم شركة رسمية لقناة بداية في برنامج المدرسة باء اسمحوا لي أني أخذ اتصال مع المستشار التربوي الأستاذ عماد الشريف أهلا وسهلا فيك يا أستاذ عماد حياكم الله ومساء الخير الجميع مساء النور يا مرحبا الله يحييك شرفتنا ونورتنا في إذاعتنا والموضوع كما تعلم هو في احترام المعلم خلني أسألك سؤال أنه كيف نرسخ هذا الموضوع في أذهان جميع الطلاب في احترام المعلم وواجبات المعلم حياكم الله فرصة سعيدة أن أكون معكم في الحقيقة يعني أولا أنا أشكركم يعني جزيلة شكر على طرح هذا الموضوع في الحقيقة حتى البداية يعني بداية الترسيخ هذا الموضوع يكون من الإعلام نفسه ونحن الآن طبعا في الإجازة الصيفية وما تبقى منها إلا تقريبا أسبوعين على بداية الدراسة وعودة الطلاب لمقاعد الدراسة فبالتالي هذا الموضوع ذاهمية كبيرة جدا أن يطرح ويناقش لأن المعلم هو الأساس طبعا مثل ما يعلم الجميع المعلم هو أساس العملية التعليمية هو أساس يعني العملية التدريسية للطلاب في الفصل عندما يقف المعلم أول معلمة بين أيدي طلابهم وطالباتهم فبالتالي هذا المعلم يقضي أوقات يعني ليست بالبسيطة يعني حتى الآن مع التقويم الدراسي الجديد الفتاة الفصول يقضي وقت طويل مع الطلاب والطالبات وأول ركيزة حتى تنجح العملية التعليمية ويحقق الدرس ثمار ويحقق الجهود التعليمية النجاح هو باحترام المعلم عندما يحترم القالب أو الطالب معلميهم تأتي الخطوات الأخرى من تقبل ما يركونه من شروح الدروس وأيضا تفاعل مع الدروس وإلى ما إلى ذلك من العمليات التدريسية بالتالي نرجع نقول أن هذا الموضوع جدا مهم وترسيخ المعلم يبدأ من الإعلام ثم الأسرة إذا كان هناك محور آخر ونتحدث عنه لاحقا لكن الأسرة أيضا لها دور جميل عندنا يا أستاذ عماد أنه ما هو دور أولياء الأمور في ترسيخ هذا الموضوع عند الأبناء نعم لهم دور كبير أيضا يعني مشاركة مع الإعلام وسائل الإعلام أيضا الأسرة لها دور وأولياء الأمور لهم دور في يعني 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 عطاء أبنائهم قيمة واستشعارهم بقيمة هذا المعلم والمعلم في الأخير ترى بشر يعني إنسان قد يخطي بقد يعني يجانبه الصواف في بعض الأمور وهي يسيرة طبعا ولا حالة تذكر لكن قد يحدث وبالتالي يجب أن يكون الطالب يعني واحد تولي أموره يستشعر هذا الموضوع ويعلم أن المعلم بشر وإنسان قد يخطي ولكن هذا بشكل يعني قليل ونادر بشكل إيجابي المعلم عندما يلقي الطلابهم بكل يوم وفي كل درس ولديهم في نفوسهم يعني قيمة تقدير هذا المعلم لدى الطلاب تقدير هذا المعلم يتقبلون منه هذه الدروس عند الأسر يعني يركزون على هذا الآل جانب أن عليهم الاستماع للمعلم واحترامه وتوقيره وتفجيله والحمد لله يعني إحنا في المجتمع الآن حتى في نهاية كل عام مثل ما شاهدنا نهاية العام الماضي يعني نرى كثير من المقاطع التي تدولت يعني في مواقع التواصل تم تدولها يعني الإيجابية التي فيها إظهار لإحترام المعلم وكيف كان كثير من الطلاب يكرمون معلمين بمناسبة نهاية العام هذا شيء مبشر فقط يمكن الآن دورنا أنتم ونحن في هذه الإعلام يعني تعزيز هذه المكانة وترسيخها في نفوس الطلبة جميل يا استاذ عماد أنا عندي صراحة موضوع وهو يعني مختلف نوعا ما ولكن ضروري جدا أنه كيف أنا كمعلم أتعامل مع الطالب العنيد أو اللي سلوكه فيه عناد وفيه تعب في معاملتي مع هذا الطالب جميل جدا هذا جانب مهم لنا معلمين والمعلمات في الميدان خصوصا أن هناك فروق فردية في الطلبة فردية في التدريس وأيضا حتى في السلوكيات يعني السلوكيات لدى الطلبة هناك يعني مثل ما ذكرت الطالب العنيد أو الطالب الذي يعني لا يستجيب يعني في كل مدرسة يعني هناك إجراءات تربوية متبعة من حالة هذا الطالب إذا لم طبعا تجدي المحاولات من المعلم يعني أولا بكسب هذا المعلم الطالب عفوا واحتوائي يعني تعزيز فيه موضوع التحفيز أيضا هذا جانب مهم لدى المعلمين أن يكون هناك تحفيز لهؤلاء الطلبة في كل هذه المراحل وهذه الخطوات إذا لم تجد هنا فهناك مرشد طلابي ومرشدة طلابية أو الموجهة الطلابي أفوان الموجهة الطلابي في كل مدرسة لديه أيضا إجراءات وجلسات إرشادية مع الطلبة الذين لا يستجبون المعلمين أو قد يعني يصدر منهم بعض الأسلوكيات الغير مرغوبة أيضا هناك وكل المدارس وإدارات المدارس كل هؤلاء يعني خلية النحل يعني هناك المدارس الحمد لله موفرة فيها كوابير تربوية وتعليمية قادرة على إدارتها للفصول وإدارة الصفوف للطلاب تتعامل مع جميع الحالات السلوكية الخاصة والشادة وهي قليلة الحمد لله ولكن طلابها بشكل عام وبشكل كبير فيهم يعني المتميز وفيهم المجتهد وفيهم المتفوق جميل أستاذ عماد طيب أستاذ عماد إحنا أنا خلالي أقول مر تقريبا عليك أنت أستاذ عماد جيلين في التدريس أو في الدراسة سواء من طلاب أو معلمين فإيش الأختلاف اللي موجود ما بين الجيل الأول والجيل الثاني اللي احنا نتكلم فيه جيلنا الحالي إيش الفرق بينهم أحسنتم يعني هذا الصؤال مهم جدا يعني الآن قبل مثلا ثلاثين سنة 25 سنة وكثر حتى يعني يختلف الجيل الطلاب في ذاك الوقت عن الجيل اليوم جيل اليوم الطالب يأتي للمدرسة ولديه كمية معلومات لم تكن موجودة لدى الأجيال السابقة قبل 30 أو 40 سنة في وجود الآن الإعلام وهذا التسارع والتقدم في نقل المعلومة جميل فالآن الموضوع أكبر من أنه يكون منهج يحطى من معلم للطالب لأن الطالب قد يكون مطلع أحيانا على أمور أكثر من معلمين إذا كان الطالب لديه شغف في موضوع معين أو في جانب معين وهذا أمر مهم يعني وهذا أكبر فارق اللي هو يعني التنوع الآن الانفتاح الثقافي والمعرفي غير يعني السابق وهذا طبعا كلنا نتفق في ذلك هنا يجب الانطلاقة في التعامل تكون مختلفة ولذلك حتى الآن وزارة التعليم وحتى التربويين مؤخرا يعني يرون بعدم استخدام الضرب والآن القواعد والأنظمة يعني تشدد على موضوع التعنيف والضرب وأيضا حتى يعني التعنيف اللفظي وغيره لأن الجيل الآن مختلف الجيل لا يحتاج إلى أن تكون يعني عليه قاسيا أو تكون عليه شديدا بقدر ما يكون هناك احتواء وتقدير حتى من جانب المعلن للطالب يعني في المراحل المتقدمة مثلا الثنوية الطالب يعني يعتبر كزميل لك يعني في المراحل الثنوية إذا عملت بهذا يعني بهذا القدر قد يستجيب أكثر من أنك تكون يعني معاندا له أو أنك يعني تكون له في غير صفيف يعني في فروقات يعني مراعاة الفوارق أيضا بين مراحل والحمد لله يعني لأننا لكون مطلع على هذه الأمور وهذه الجوانب صحيح أستاذ عماد وشكرا لك وأفهم يعني من الكلام أنه الجيل الحالي هو يحتاج الإحتواء أكثر من خلنا نقول المعاملة القاسية لكن عندي سؤال أخير أبغى أختم فيه اللي هو هل المعلم واجبة فقط التدريس أم زرع القيام المبادئ التعامل نعم لا طبعا المعلم أكيد أنه يعني موجه ومربي ويغرس قيام ومبادئ في نفوس الطالبات بأفعاله وكقدوة قبل كلامه يعني نحن نتذكر كثير من معلمينا في السابق يمكن نقتدي فيهم بأفعال إيجابية أو في سلوك إيجابي قبل أقوالهم وهنا موضوع القدوة هذا جانب آخر أيضا مهم جدا لدى الزمن معلمين ومعلمات في أنهم يكونوا قدوة حسنة في التعامل في اللطف في الاحترام في التقدير ربما مشهد واحد يراه الطالب من معلمي في تعامل أو في ردة فعل بشكل إيجابي يعني توثر فيه أبلغ من ألف كلمة كما يقال أولف جملة يا سلام يا سيد عماد أنا عندي سؤال بس مع معاد يبغي يسألك سؤال فخلي أتيح المجال للطالب معاد أستاذ عماد تشلونك سلامت الله حياك راه كيف تنصح الطلاب والطالبات يشتهدون في درساتهم الله يحييك يا معاد السؤال جدا مهم فيصف يا معاد انتهى يا بطل أنا داخل أولى متوسط أولى متوسط؟ إي ما شاء الله تبعك الله يوفرك مرحلة مهمة متوسطة هذا سؤال جدا مهم خصوصا لطلاب المتوسطة والثانوي لأن الابتدائي يكون توجيهم ومذاكرتهم أكثر عن طريق الأسر لكن تبدأ مرحلة متوسطة أنت يا بطل معاد وزملائك مرحلة متوسطة تبدون تعتمدون على أنفسكم كيف تنصح بالمذاكرة؟ أول بأول من أول يوم تستنمون كتبكم وجدولكم تبدأ بالاجتهاد من أول يوم يعني تعجيل مذاكرة اليوم إلى الغد هذه مشكلة كبيرة الآن عن دلاتة وفصول دراسية لما تبدأ تذاكر من أول درس وتبدأ تحضر قبل الدرس أيضا والأمر الثالث يعني مذاكرة والتحضير الأمر الثالث انتبه مع الأستاذ بالشرح يعني يعني ما تنشغل مع زمينك بالكلام أو يكونك يعني تشتت وإذا في شيء يعني تحتاجه أو في بالك شيء رفع يدك واستاذ من الأستاذ إما تتكلم بالأستاذ أو تتجهي للموجهة الطلاب في المدرسة المهمة المذاكرة أول بأول هذه أهم نصيحة أقدمها لكم يا شباب المستقبل وأبطال المستقبل بالنداة الله يعطيك العافية أستاذ عماد صراحة شرفتنا اليوم ونورتنا بعلمك وبنصحك وأسأل الله العظيم ونورتنا